السلام عليكم اهلا و سهلا مرحبا بالجميع ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أتم مستحف فيديو جديد وتنسيقات المحجبات وغاية المحجبات تنسيقات أنيقة وراقية شتوية إذا كنت تشاهدي القناة أول مرة وكذلك كي أعجبكم هذا المحتوى فمعلك إلا أنك تنضم القناة بالاشتراك والتغطي على زر الإعجاب بالفيديو وتفعل الجرس بشوصلكم جديد الفيديوهات جالي و شكرا لكم الجديد دائما نول الحصري أجمل الفيديوهات وأجمل الألبسة الشتوية نسائية عالمية وتركية عربية دائما الجديد بحل الفستان اللي كتشوفوا معي هنا بالأحمر مع هاد سكارف كذلك هاد شكل جديد ديال المونتو هنا يغتشوف معي الألوان لدرجة الموضة فتفصل الشتاء بحل هاد الباج وكذلك هاد النوعية او هاد الموضيل ديال هاد المونتو اللي كيجي أنيق وكلاس في البسا ديالتو وهنا هاد الفستان اللي كيجيبها المعكداب الأخضار هنا مع الحزام دائما بالنسبة هاد المونتو هاد بالفاق كيجي طويل وكيجيبها لكفي هاد الحزام في الإيدين وبالنسبة له هادو بعض التنصيقات اليومية بالنسبة التريكو كيفاش قدروا تطيروه فوق الكتاف ديال المونتو او لا تقدروا تلبسوه يعني تحت المونتو هاد التنصيقات الي فيها هاد داكات الكوير مع هاد تنورة الي كيجيبها المعكداب نمرة هنا اختارت هاد المونتو بالأزود وهنا كول مونتو اختارتو في الباج يعني جاء التنصيقات كاملة أنيقة مع هاد التنورة الي كيجيبها في الأبياد دائما البياج هنا ملونج مع الأبياد ومع هاد داكات هاد التنصيقات الي فيها هاد المونتو وفيها هاد الميني بوت اللي كيجيبها تريكو اللي كيجيبها المعكداب يعني بالخطوط واختارت هاد البونتالون الي كيجي في الكوير دائما هاد الباج جميلة ونجمها الأزود ومع الكوير فكيجيب حلما كايا هاد الفيست او له هاد المونتو شوية قصير وكيجي في هاد البوتون بحلما هكدا يعني كيجي سهل في البسا ديالتو بنسبال هاد أونسون بالموضع جديد شتوي وراقي كيجي فيه بحلما هكا هاد الكول شوية طالع وهاد البوتون الي كيجيو بحلما هكدا في الكل والألوان دائما شتوية كيجي أنيقة الأزرق البياج الموف يعني مجموعة من الألوان دائما الميلونج كيجي مزيان وكيجي أنيقة بالنسبال هاد الشكل الانسومبل هنا بالأبيض كيفاش قدرات يعني تستغلو هاد الانسومبل معه تلبسوا تريكو مع البوتون تارودية جين كيفيكرا فقط وهدو بعض التنسيقات اليومية بالنسبال الشميز اللي كيكونوا بالألوان هنا غتشوفوا معي مجموعة الألوان هنا خسرت ان اهدير معهم هاد المونتو اللي كيجي فيه بحل التشكل موضع جديد بالنسبال هاد المونتو اللي كيجي فيه هاد الفور يعني هاد المونتو كلاس ولا كلاس دائما لأنه باج وتنسيقات كاملة جات باج كيغد يعجب السيدات لأنه كيجي راقي جدا في البيسة ديالتو وهدو بعض الموضيلات بالنسبال تريكو اللي جيجي بحل مهك تواسير من الجنوب كيجي بحل الكاب وهنا يا هدو بعض الموضيلات بالنسبال المونتو يعني شكل جديد وموضع جديد وتصاميم جديده وهذا التنسيقات هنا اخترت فيها هاد النوعية هاد المونتو اللي كيجي بحل ما هكتب البيج مع التنورة وكإضافة كيفاش قدرت لبس هاد التنسيقات في أفكار يعني متنوعة كدعليك هذا المونتو اللي كيكونوا فيهم الكارويات هنا اه الوان اللي في هاد المونتو يعني مجموعة من الوان وهاد الشكل هاد هاد الانسومب اللي يعني لافاست مع هاد البونتالون وختارت هنا البلوسيل كيما كتشوف معي مع البيج تريكو خطرت انا هدير تحت منوه وحاد لصان تيوك باش الزيتو باش يجي شوية قصير وختارت انا هاد هاد اللافاست وفوق منو هاد المونتو اللي كيجيب البلوسيل وانها تضيف كإضافة بالنسبة للحقيبة اليد و الحداء في الأزود وهاد تنسيقات هنا يختارت فيها هاد جاكت اللي كيجيبها الدودون يعني منفوخها وكيجي معاها هاد تريكو اللي كيجيبها الماكب بالصوف يعني قصير مع دنوع هاد البونتالون اللي كيجيو فيهم بحاج جوي بيت كذلك هاد المونتو هاد اللي كيجي هنا بستاك كما كتشوفوه يعني كيجي انصوم بالمع بعضياتهم هنا الألوان الأزود البيج والبلونكاستي كيف كتشوفو معايا يعني كيجي بالأزرار وهناي مع هاد لصان تيو هاد كإضافة ويعني ضافت لها هاد الحقيبة اليد اللي كتجي أصلا مع المونتو كتشوفو معايا هاد الشكل ديال هاد المونتو اللي كيجي بالفوق غيوغ يعني هنا خطرت تنسيقات كاملة في الاسود كيما كتشوفو معايا وهناي اللي بالنسبة لهاد المونتو يعني وكيجي سخون دائما شتوي موديل جديد ديال هاد المونتو اللي كيجي فيه بحال ما كتشون من جنب وكيجي بيدوني أزرار بحال الشكل هنا اختارت الباج مع الاسود وهناي اختارت تنسيقات كاملة في الاسود يعني المونتو كامل الاسود في الاسود البناتي لو وصلتوا معايا حتى لهاد اللحظة ما تنسوش انكم تديروا لايك الفيديو وتبارتجي بالفيديو مع هاد صديقات ديالكم باش هكذا يستفدو من الجديد واستفدو من هاد الافكار الجديدة والموضة اللي خرجت بالنسبة للملابس اليسائية باش تساعدك هكذا في العمل اولا في الدراسة وتعرفي على الجديد اللي خرج فعلا من الموضة وهاد الكار ديكان هادا كيف كتشوفه معايا يعني كيجي فيه ألوان يعني ها ثلاثة الألوان وكيجي فيها تجويبات بحال ما هكا بيدوني أزرار كيتلبس سامبل فستان شاتوي هنا يا خرجت ان هاد اضيف لي هاد الكوليه هادا كإضافة فستان جديد يعني كيجي طويل بحال ما هكذا بحال شميز وكيجي هو طويل يعني مع هاد لسانتوك وكيجي بالأزرار كما كتشوفوا معايا هنا لابسة مع هاد بونتالون كذلك هادا مونتو مونتو يعني بالمارو هنا خطرت ان هاد اضيف لي هاد البونتالون ديال الكوير بالمارو ومع الميني بوت ومع الساك في الباج دائما الباج كي يناسب جميع الألوان و هادا انسامبل كيتكون من هاد تريكو اللي كيجي طويل وفي رقوب مع هاد البونتالون فيه مع الجويبات هنا الألوان يعني والألوان اللي اختارت في حقائب اليد اللي غا تماشا مع هاد النوعيات ديال هاد الانسامبل كذلك هادو بعض سيلات ستايلات جدات في نوفال كوليكسيون بنسبة الجاكت اللي يجو فيهم بحال هاد الشكل ديال فورم الداخل يعني كيجي ملبس وكيجي سخون ولكميم كذلك هاد الالوان اللي فيهم يعني الأبيض الأسود كيما كتشوفو معايا وهاد الكارتي كان كنا شفناها من قبل باللون مغير يعني هاد يكين فيها الأخضر وهنا الماروم على الأبيض دائما هاد الكارتي كان كيجيو السامبل في البسجة شو مكيجو سخان كذلك هاد الافيزتادي اللي كتشوفو معايا في الأبيض هنا كتجي منبتة بهاد العقيق وكتشي هنا يلابس معها هاد التنورة في الأبيض اللي كتجي طويلة هنا ومعها هاد الميني بوت كما كتشوفو جد تنسيقها وانا عجبتني شخصيا هاد التنسيقها لانها كتبان راقية جدا كذلك هادوا بعض الأنواع والموضي اللي هاد شدهت بالنسبة اللي منطو بالكارويات هنا لابسا مع هاد نوعيات هاد الكارتون اللي كيكونوا هاد السيكو واللودار جين على الموضة هاد السنة جفناهم بكثرة كيتلبسوا مع الميني غوب كيتلبسوا مع الماني بشموعة من الملابس كذلك الفساتين اللي كيجوا بها المكان مني غوب كما كتشوفوا معي هنا يلبسه مع البوت اللي كشيو شوية طالعين وكذلك هذا المونتو هذا كيف كتشوفوا معي كيجوا في الكوير بالمارو كيجي ملبسوا هات شميز اللي كيجوا فيهم الكارويات كفكرة كيفاش قدروا تلبسوهم إن شاء الله تكونوا كملتوا معي الفيديو حتى الأخير نتلقوا معكم في فيديو قادم إن شاء الله بسلام عليكم